السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد ايها الاحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نسأل الله تعالى ان يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه حديثنا اليوم عن حقوق الجسد والروح علينا الناس في هذه الدنيا متعبون ولعل من بين اسباب هذه الاتعاب انه يغفل حقيقة روحه وحقيقة جسده وإذا فقه الانسان حقيقة هذا الكائن وعلم ما ينبغي ان يقوم به لشعر بالهناء والراحة والطمأنينة والسكينة والسلامة والامان لكن جهلنا بهذا الجسد وبهذه الروح هو من بين اهم اسباب تعاستنا ومتاعبنا فتعالوا بنا ايها الاحباب الكرام نفتح النقاش ونتحدث عن قيمة الجسد وكيف نربي هذا الجسد وكيف نعتني به وايضا نتعرف عن هذه الروح وعن ماهيتها وعن حقيقتها وكيف نربيها ونغذيها الموضوع دوسجون سوف نكتفي اليوم في حلقة اليوم عن حقوق الجسد نتحدث عن هذه الحقوق ونرجع الحديث عن حقوق الروح الى حلقة الغد حتى نفصل ما بين المكونين الله سبحانه وتعالى ماذا قال في كتابه العزيز قال اني خالق بشرا من طين فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقاعوا له ساجدين حينما ارد ربنا عز وجل ان يخلق الخلق انت ايها الانسان انت ايها البشر اذا اردت ان تسعد عليك ان تعرف اول خلقتك وكيف تمت ربنا سبحانه وتعالى اخبرنا انه جمع الملائكة وقال اني خالق بشرا من طين فاول مكون من مكونات هذا الكائن الانساني البشري هو الطين اني خالق بشرا من طين فاذا سويته ونفخت فيه من روحي بعد التسوية ربنا نفخ فيه الروح فقاعوا له ساجدين اذا نحن عندنا مكونان اثنان الاول قبضة من طين الارض والتاني نفخة من روح الله فالقبضة من طين الارض هو هذا الجسد الطيني دائما يجرنا الى الارض والى متاع الارض وهذا مقصود هكذا خلق الله الانسان والنفخة من روح الله هي تسمو بنا الى العلياء هي دائما ترنو ان تتعالى وتبحث عن السمو فكيف نربي الجسم والروح لكي نكون متوازنين في حياتنا ونستطيع ان نتغلب عن المشاكل النفسية والجسدية بل ونتجاوز حتى الامراض والاسقام وتمضي حياتنا القصيرة جدا فوق هذا الكويكب الارضي تمضي بسلام دعونا نتحدث اليوم عن حقوق الجسد علينا ونرجع الحديث عن حقوق الروح الى حلقة الغد الجسد البشري انه احدى النعم التي وهبها الله تعالى لنا اول نعمة جسد بشري نحن كنا عدم نحن لم نكن موجودين اصلا وربنا سبحانه وتعالى هو الذي اكرمنا بهذا الجسد وجعل فيه الصحة هذه الصحة هي الباعث على العمل وعلى ثقة الانسان في قدراته وفي نفسه وامتلاك الكفاءات والمهارات لكي يبني ويعمر فوق هذه الارض ربنا سبحانه وتعالى فضلنا نحن بني الانسان على جميع المخلوقات كان بالامكان ربنا عز وجل ان يخلقني انا وانت كان من ان يخلقنا اعزكم الله حيوانات كان ممكن ان يخلقني مثلا قطة او او ضفضع او او دبابة او شيء اخر لكن الله تعالى فضلا منه واكراما منه خلقني انا وانت ونحن جميعا خلقنا من بني الانسان احسن صورنا فاذا خلقته فاذا سويته سويته التسوية سوان الله عز وجل اعطانا السمع والبصر والعقل والفؤاد وصورة جميلة جذابة نحن كلنا ننجدب الى كل صورة جميلة مشرقة خلقنا الله على هذه الصورة ثم اعطانا في هذا الجسد القوة العضلات واعطانا القلب النابض واعطانا اللسان الذي يتكلم ويحاور واعطانا الفكر الذي يحلل ويناقش واعطانا هذه الاقدام التي تسير وتمضي وتجري ما شاء الله نعم كثيرة وامرنا الله تعالى ان نحافظ على هذا الجسد واخبرنا بانه امانة اي نعم اول امانة عندنا قبل امانة الاستخلاف وامانة اقامة الدين عندنا امانة الحفاظ على الجسد اولا لانه بدون اجساد نحن غير موجودين امرنا ان نحافظ على هذه الامانة امانة الجسد واننا سوف نسأل عنها يوم القيامة لابد ان تعلم اي والانسان جسدك هبة من عند الرحمن وهو امانة عليك ان تعتني به وعليك ان تحافظ عليه وعليك ان تنميه واذا رميت به في الهاوية والهلك ستسأل قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن اربع عن عمره فيما افنه وعن جسده فيما ابله وعن علمه ماذا عمل به وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه الشاهد عندنا وعن جسده فيما ابله هذا الجسد الذي اعطاك الله تعالى ماذا صنعت به انه آلة هذا الجسد هو آلة به تقوم بالاعمال ماذا فعلت به الوظيفة التي خلقنا من اجلها جميعا هذا من باب التذكير وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين اولا الوظيفة الاولى هي وظيفة العبادة نحن عندنا وظيفة اتنتان باختصار شديد نحن فوق الارض بهذا الجسد نحن مطالبين بوظيفتين اتنتين الاولى وهي العبادة وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين اسأل نفسك ايها الانسان اي انت اسأل نفسك هل جسمك هذا توظفه في العبادة هل يقوم خاشعا لله متضرعا لرب الاكوان هل يركع ويرفع ويسجد ويسلم على مالك الملك اسأل نفسك طوبى لك هنيئا لك اذا كان هذا الجسد تستخدمه في العبادة وفي الطاعة هنيئا لك في الصيام وفي القيام وفي الاعمال التي يحبها المولى عز وجل الوظيفة الاولى التي خلقنا من اجلها هي العبادة والوظيفة التانية ما هي هي اعمار الارض هي العمل اعمال الارض ان هذه الارض التي خلقها الله عز وجل جعلها بكرا واعطانا فيها جميع الوسائل اعطانا فيها التراب والماء والنار والحرارة والرياح والامطار والغازات والطاقات الطبيعية وقال لنا قوموا بتعمير الارض بالبناء والتشهيد وبالفلاحة والزراعة هو الذي انشأكم من الارض واستعمركم فيها استعمركم فيها اي طلب منكم عمارتها لكي اقوم بهتين الوظيفتين الاساسيتين وهي العبادة والاعمار لا بد انني امتلك جسما قويا لا بد ان امتلك جسما سليما من هنا كان الواجب العناية بالجسد واقول هذا الكلام لكل الاحباب الذين يتابعوننا الان لانه احيانا قد نهمل اجسدنا نهمل هذا الجسم وننسى وظيفته اذا كان قويا فان الله تعالى سوف يسخره للاعمال الجسام الكبار لكن اذا كان ضعيفا وسقيما سيظل يئم فوق الفراش سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال قال المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير اي نعم في كل خير المؤمنون كلهم خير لكن هناك مراتب المؤمن الضعيف لا يستطيع ان يفعل شيء لكن المؤمن القوي ايجابي له طاقة وله انجازات وعنده تدخلات الانسان صاحب الجسد المتعافي والسليم يستطيع ان يواجه المصاعب ومعوقات الحياة ويستطيع ان يتغلب عن هموم الدنيا الاقوياء فقط هم القادرون على القيام بالواجبات والتكاليف المطلوبة يقومون بالتعمير ويقومون بالانجازات الكبرى ويقومون بدفع الضر والشر ويقفون في وجه الفساد ويقولون لا والف لا للظلم وللحيف ويضعون ايديهم بعضا مع بعض للقيام ببناء المجتمعات ان المجتمع يزدهر والامة تزداد قوة اذا كان ابناؤها يعتنون باجسادهم فما دع علينا ان نفعل ايها الاحباب الكرام لكي نحافظ على هذا الجسد لا نحتاج الى توشيهات من هنا او هناك دستورنا الخالد القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة فيها كل شيء كل ما سوف نريده في هذا البرنامج وفي الحلقات المقبلة اذا كنا ان شاء الله من اهل الدنيا سوف نرجع دوما وابدا الى الدستور الخالد القرآن الكريم والى السنة النبوية المطهرة لانها هي الشق الثاني من الوحي سوف نجد التوجيهات السليمة والبسيطة والقابلة للتطبيق كل الناس سوف يفهمون المتقفون والناس المسطاء الكبار والصغار واهل المدينة واهل القرية الكل سوف يفهم وببساطة والمعلومات تكون قابلة للتطبيق والتنفيذ وبأقل تكلفة هذا رحمة من الله وهداية وهدية من الرحمن اول شيء ايها الاحباب الكرام للعناية بالجسد وهو ان نعتني بطعامه وشرابه لان اول شيء ماذا ندخل اسأل نفسك ماذا تدخل لهذا الجسد ماذا تدخل اليه لان بالطعام والشراب قد يحيى الجسد كان سيدنا المسيح عليه السلام يقول ليس بالطعام وحده والشراب يحيى الجسد لانه يقصد الروح والروح موضوع كبير كما ذكرت سوف نرجع الحديث عنها في حلقة الغد بإذن الله الواحد الأحد فلابد ان نختار الطعام والشراب الذي سوف ندخله الى هذا الجسد ربنا عز وجل ماذا يقول يقول وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين قال بعض الاطباء يكفي هذه الآية القرآنية من فهمها وعمل بمقتضاها انه لن يزور طبيبا ابدا اذا عملت بمقتضا هذه الآية فانك لن تقع في المرض بإذن الله ولن تستطيع ولن تكون مدطرا ان تزور الاطباء لانك تكون سليما بهذه الآية فقط وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين معظم الامراض التي تصيب الناس هو من الاسراف في الطعام والشراب بشكل غير سليم علينا ان لا ندخل على اجسامنا ما يؤذيها طعام يكون ربما فيه يكون حراما او يكون مؤذيا كالمخمرات يشرب خمرا ويتناول حشيش ومخدرات وما ولا ذلك ثم اذا ادخلنا الطعام يكون طيبا ولا بد ان يكون بالقدر المناسب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن بها صلبة فان كان ولا بد فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس انها وصية من ذهب في النظام الغدائي بعدم الاسراف طبعا القدر المناسب لكن نوع الطعام لا بد ان يكون طعاما مغديا النباتات وبعض اللحوم ولكن احذر احذر ان تدخل اليه السموم المخدرات السموم التدخين يقتل الخمر مخرب وطعام الحرام بالمال الحرام انه يفتت الجسد والعياد بالله الامر التاني اننا نحافظ على النظافة نظافة الجسد ونعتني به لان كلما تحرينا النظافة نكون قد تحرينا اسباب الوقاية من الامراض واذا اهملنا الجسد ولم نعتني بنظافته سنكون مدطرين لكي نعالج انفسنا ونتردد على الاطباء النبي الكريم كان يقول فر من المجدوم فرارك من الاسد احفظ نفسك هذا الجسد ايك ان تقع به في مكان فيه اذى ثم لابد ان تكرم هذا الجسد كنت تهل فيه هذا الجسم هو واحد الكائن عندك انتكت ملكه تهل فيه لابد من العناية والرعاية من الجمالية والنظافة والغسل وغير ذلك كان سيدنا النبي يقول من كان له شعر فليكرمه رأى رجل قدم عليه له شعر جميل لكنه وسخ ومنتفيش وغير مرتب نظر اليه ثم قال كلام عام حتى وكان يقول اياك اعني يا جار قال من كان له شعر فليكرمه وقس على ذلك الملابس والهيئة وغيرها ثم هذا الجسد علينا ان لا نحمله ما لا يطيق هناك بعض الناس يسرفون في العمل بل وحتى في العبادة حتى في العبادة غير مطلوب هناك بعض الصلحاء يظن بانه لما يعبد الله كثيرا يكون قد تقرب اليه وسوف ينال رضاه فيحمل نفسه ما لا يطيق هذا مخالف لمقاصد الشريعة لا بد ان لا تحمل نفسك ما لا تطيق وإلا اصبت بالامراض واصبت بالهزال واذا هزل الجسد ومرض لن يستطيع ان يواصل القيام باقي الواجبات الدينية والدنيوية بعض الناس يريد ان يصوم النهار دائما صيام 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 والجسم محتاج الى راحة وقد يكون قيام 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 بالليل والجسم محتاج ايضا الى نوم وراحة وقد يكلف نفسه فوق طاقته ربنا قال هذا خطأ لابد ان تعتدل عبدالله ابن عمر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبدالله ألم اخبر انك تصوم النهار وتقوم الليل فقلت بالي رسول الله قال لا تفعل صم وافتر وقم ونم فان لجسدك عليك حقا وان لعينك عليك حقا وان لزوجك عليك حقا وان لزورك عليك حقا هذا الصحابي الشاب عبدالله ابن عمر كان رجل يحب العمل الصالح وكان يقوم الليل وكان يسوم النهار ويشتهد حتى نفهت له النفس وغارت له العين سيدنا النبي قال له هذا أمر غير سليم ربنا أعطانا الوسطية والاعتدال وقت الصلاة نصلي وقت النوم ننام وقت الصيام نصوم وقت الافتر نفتر وتعتني بجسدك العين تتهب وزوجتك أيضا تحتاج إلى عناية ومداعبة وأوقات راحة ولزورك الزوار يأتون عندك لابد أن تستقبلهم وتحدثهم وتكرمهم حقوق كثيرة على الجميع ثم من حق هذا الجسد أن نعطيه القدر الكافي من النوم ومن الرحة هناك بعض الناس ربما قد قد يحرم نفسه من النوم ومن الرحة لو كان هذا هذا الصهر كان للعبادة فسيكون فيه خير وإذا كان لطلب العلم والدراسة والبحث ففيه خير لكن هناك بعض الناس يقضون أوقات طويلة بالليل في الصهر والصمر والقيل والقال والأشياء الأتافهة وهو بذلك يضر جسده الجسد يحتاج على الأقل تمان ساعات في اليوم تمان ساعات من النوم في فترة الليل لأنها تفيد الجسم البشري ويرتاح وإذا كان أقل من ذلك فإنه سوف يفضي هذا الجسد إلى الهرم بسرعة إلا إذا كان لبعض طلبة العلم وبعض الباحثين الذين يقضون ساعات طوال في الدراسة والبحث من أجل أن يفيد نفسه ويفيد مجتمعه أو كان من أهل الدكر والمذاقرة أو من أهل العبادة يا أيها المزم القم الليل إلا قليلا هذا ربنا يعطيك البركة إذا كان عندك حسن النية والقصد ربنا يزودك بالبركة أما إذا أن تصهر في السمر وفي الملاهي وفي القيل والقال فهذا إضرار بالجسد ثم إن هذا الجسد إياك ثم إياك أن ترضي نفسك وتشبع رغباته بالملدات لأن الإنسان الذي أكتر من الملدات من الأشياء خصوصا المحرمة كالتدخين وتعاطي المسكرات والمخدرات وإرهاق الجسد بكتة السهر أو الأعمال الشقة وهناك من ربما يعمل من أجل جمع المال هناك بعض الناس يعمل كثير فقط لجمع المال ليس عنده غاية سوى أن يكتر مدخوله ورصيده ويوفر المزيد من التروة هذا خطر على الجسد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء الدلجة والقصد القصد تبلغوا بمعنى عليكم أيها الأحباب أن تأخذوا الأمور بوسطية واعتدال لتحافظوا على هذا الجسد لأنه كل ما حافظت عليه سوف يبقى معك إلى أن تنتقل إلى الرفيق الأعلى سيبقى سليم ويبقى قوي يقوى على العبادة ويقوى على الطاعة ويقوى على القيام بالمصالح الدنيوية وهذا يقتضي من الإنسان أنه يعتني بجسده ويفعل فيه ما يقويه ويساعده على توفير الطاقة من ذلك ممارسة الرياضة لا بد من ممثل الرياضة بكل أنواعها كل ربما يحتاج إلى رياضة معينة ومن لم يجد فأسهل وأحسن رياضة هي المشي السريع المشي السريع كل من لم يجد ماذا يفعل إما كرة قدم إما سباحة إما أي رياضة فيها منفعة ومن لم يجد فليختر أعظم وأكرم رياضة وهي رياضة المشي وطوب لبعض الصلحاء أنه يمشي يوميا إلى المساجد المشاءون إلى المساجد يقصد مسجد بعيد ويدهب يسير خمس مرات في اليوم دهابا وإيابا قد يقطع خمسمائة متر ستمائة متر ألف متر دهابا وإيابا وبذلك بكل خطوة تزيده حسنة تنقص له سيئة وترفعه درجة وهي رياضة على كل حال في كل وقت وحين إنسان يعمل بها لأن هذه الرياضة إذا كان الجسم سليم سيكون العقل سليم فالصحة الجسدية هي السبب الرئيسي الذي تجعل الإنسان يتمتع بالعقل السليم والفكر المنطقي والمثال الشهير يقول العقل السليم في الجسم السليم هذا باختصار أيها الأحباب الكرام أهم حقوق الجسد علينا نتكلمنا حقوق الإنسان وحقوق الحيوان وحقوق البيئة أولا حقوق الجسد الذي نملكه ماذا علينا أن نفعل به أسألكم أيها الأحباب الكرام كيف تتعاملون مع أجسادكم أسألكم هل أنتم ممن يعتنون بالجسد هل عندكم من أفكار إضافية تنورون به عقولنا ونستفيد من إنجازتكم وأيضا إذا كنتم ممن وقعوا في الخطأ وأهملوا هذا الجسد حدثونا عن ذلك لكي نتعلم ونتوقع الوقوع في مثل الخطأ كل هذا الكلام عن حقوق الجسد وإن شاء الله تعالى في حلقة الغد سوف تكون دسمة سوف نتكلم عن حقوق النفس والروح وهي الأهم الأهم جدا كلما كانت سليمة وكلما كانت قوية وكلما كانت مباركة كان صاحبها أسعد الناس أرقامنا الهاتفية مفتوحة في وجه الجميع وهي 05-22-88-00-60 أو 61 أو 62 أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52 سنبقى مع فاصل قصير ثم نعود لنواصل فابقوا معنا السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر